أهلاً وسهلاً بكم في قناة التعلم مع آدم وإيادة نتمنى تكونوا بخير وبالصحة جيدة إذن نتمنى يا ربي لجيبوا نقطة عن الانتحان نبتل لكم السنة على أحسن الأحوال إذن نفتعد هذا الانتحان الموحد الإقليمي لمنجهادة الدروس الابتدائية دورة يونيو 2023 أنخدموا مادة اللغة العربية وأنشوفوا نصائح لعدفتكم سواءً كتخص برقة سواءً كتخص معاية صحيح بنسبة أول نقطة مادة اللغة العربية كتجي مع مادة طبيعي إسلامية ورقة واحدة ومدة الإنجاز ساعة ونفت يعني اللغة العربية ومع الطبيعي إسلامية وشوف تمكنكم من دي اللغة العربية ساعة ونفت يعني النقطة المهمة اللي كان شير لها أنكم خاصتكم تدربوا على الوقت من دابة لأنه أول مرة دوزوا امتيحان إقليمي وكذلك بالنسبة لأمتيحان وكي ناديك الخلعة ديالو خرج الورقة أوكي أمبريميها نزل الساعة ديالك أو نزل التليفون بروغرامي ساعة ونصف وخدمت حلاء في جو متيحان أوكي من الثالي ساعة ونصف خذك شوفوش حصار متى الوقت ولا لا لأن هالمتيحان من عد ثالية ديك ساعة ونصف فرد أستاذ عايزو لك الواققة ما يخلاشي عندك إذا هذا شيء خذك تحترموها ثانية نقطة الورقة اللي كانتعطاكم اللي كانتجاوبوا فيها يعني كيكون عندكم لوقات فارغات فينها تجاوبوه إذا قبل ما تبدأ أول حاجة رد البال كتب معلومات ديالك إذا نادو من تساهمش لأن الورقة ديالك البصمة ديالك يعني خذك يكون في المعلومات ديالك خذك يكون في الإزم وخصوصا خصوصا اللي مهم هو هذا رقمتيحان رقمتيحان ركي جي مع الكونفوكاسيون اللي كتعطاكم وإن شاء الله نهار المتيحان ركتكون يعني الطويلة اللي كتقلس فيها ولي كيكون فارغة المتيحان ديالك إذا رد البال كتبوا معلومات ديالكم مهمين وبالنسبة لإذن هذا مركز تصحيح وهذا الشيء لما عندكم مش علاقة به علاقة به غرب هات جهة اللي كتعاملوا فيها المعلومات ديالكم أول حاجة عن شوفوا بالنسبة لمعايا التصحيح معايا التصحيح كين اللي كي يجاوبك يقول أنا جاوبتو مشكل ما عندك شي مشكل عندك في طريقة الإجابة يعني كين معايا لكي تعتمد عليهم مصحيح مصحيح مشكل يجيوكي صحيح رعندو واحد ورقة فيها معايا التصحيح لكي يعتمد عليها يعني في الأجوية بشي صحيح يعني لكي تكون تقريبا معايا موحدة إذن خسك تعرف طريقة إجابة كي تعملوا على الورقة إذن نخلي لكم نموذج على شكل بدأي في صندوق الوصف يستبدو من النموذج إذن بالنسبة لمادة لغة العربية كتبدا بالنص دائما خسنا نقرأ ودنص قراءة جيدة إذن خسنا نعتمد عليه ونص المدرسة التي أحلم أن تكون إذن استقبلنا المدير في مدخل المدرسة بوجين بشوش كعادة كل صباح ولكن هذا الصباح كان يوجئنا نحو قاعة أنشطة الحياة المدرسية هناك كانت تنتظرنا الأستاذة أمينة أو ماما أمينة كما يحلل العديد من التنميد مناداتها الكل يتدفع بحماس كبير في اتجاه باب القاعة لأننا نعلم أن في الأفق نشاطا مهما وممتعا سننجيزه خارج قاعة الدرسة وكما توقعنا فاليوم كان مخصصا لنشاط كبير موضوعه مدرسة المستقبل والمهمة المنتظرة يتحديد معالم المدرسة التي يحلم بها كل واحد منا مدرسة الجودة للجميع قدمت لنا الأستاذة أمينة الموضوع وتركت لنا كامل الحرية للتعبير عما نحن مبير أن يكون في مدرسة المستقبل وقد أعدت لنا مسبقا كل الوسائل التي سنحتاجها في تعبيرنا الحر لنجز رسما أو إبداعات أدبية ورسائل شفوية مسجلة صوتا وصورة الكل خلط بجدية وحماس كبير وأبدعنا واتقنا إنتاجاتنا ثم سجلناها وحفظناها في أضرفة مختومة موجهة إلى السيد الوزير عنوانها المدرسة التي أحلم أن تكون ما كد النشط ينتهي حتى أدركنا أن الحصة الصباحية أست على ختامها بالكامل وسنغادر باب المدرسة وكأننا لبتنا فيها برهة قصيرة من الزمن كلنا كنا نحكي عن أحلامنا التي نتمنى أن تتحقق في مدرستنا التي لن تكون إلا جميلة بكل تأكيد إذن نسكي درعا مدرسة الأحلام لكي حلم باتلامات وكانت واحد النشاط لخلهم يعبره كل واحد يعبر طريقة دياله عن كيفاش يبغي تكون عن المدرسة المستقبلية يعني كل واحد يعبر الأحلام دياله إذن أول مجال رئيسي الأول هو فهم مقرؤ إذن السؤال الأول أتمم خريطة كلمة باشوش إذن تلك تحت إذن خريطة الكلمة أشهر خاصة تتحدد فيها تتحدد نوع الكلمة إما تكون فعل أو اسم تتحدد المرادف ديالة معنى جيالة أو ضد ديالة وبعد تكون الكلمة في جملة وهذه الجملة خاصة تكون سليمة لغة إذن وبالنسبة لنا كيفاش كيتسهار لدينا نصف نقطة على كل جواب صحيح هنا نصف 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 إذن هنا الكلمة باشوش نوعها طبعا إسم إذن إسم إذن ما مرادف باشوش شي واحد باشوش مرادفه مبتسم يعني أو بشاشة ابتسامة إذن مبتسم مبتسم نعم إذن بالنسبة ضد باشوش ضد باشوش وعبوس ضد باشوش عبوس نعم الجملة إذن استقبلنا هنا مثلا ممكن تكونوا أي جملة ممكن تكون صحيحة يعني خاصة تكون صحيحة حول التسفادة وكونوا يعني جملا قصارين أو لا يعني سهلين إذن قلوا هذا الرجل باشوش 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 نعم إذن ركبنا جملة انتقلوا سؤال ب حدد ثلاث كلمات من عائلة كلمة أدبية عائلة كلمة هي الكلمات اللي عندهم ارتبط بالحروف الأصلية اللي هي فعالة يعني خاصة أدب أدب إذن اسم فعيل اسم فعول فعل يعني عندهم علاقة بعضيتهم إذن نكتبوا أدبية طريقة سهلة نكتبوا أدب أدب نعم ممكن نزيدوا كذلك أدب إذن أدب ممكن نكتبوا أديب 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 ممكن نكتبوا مثلا مؤدب تأديب أديبة إلى آخر إذن نكتبوا مؤدبة 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 إذن طلبنا مننا ثلاثة نكتبوا ثلاثة إذن صحيح سؤال ثاني ثاني يستخرج من نص العبارة تدولوا على أن الأستاذة أمينة كانت أستاذة محبوبة في المدرسة إذن هنا إذن هنا عائلة هنا أشنقها لك محبوبة في المدرسة حيث تكون شيئك يقول لها ماما أمينة وما يمكنش أي واحد تقول له ماما أمينة أما كانش محبوبة في المدرسة إذن هنا نخرجوه هنا ونكتبه جواب إذن العبارة نكتبه ماما أمينة ماما أمينة ماما أمينة نعم إذن تقلوا السؤال ثالث ما هو موضوع النشاط الذي كان مبرمجا في المدرسة إذن البرنامج الذي كان مبرمجا ونشاط موضوعه مدرسة المستقبل نشاط موضوعه مدرسة المستقبل إذن مدرسة المستقبل نعم هذا هو النشاط المبرمج نشاط موضوعه مدرسة المستقبل إذن هنا نكسبه موضوعه إذن انصحوا هنا الخطأ إذن ضد موضوعه مدرسة المستقبل ننتقلوا دابا هنا واحد الحاجة غير كملاحظة باش نكمله حنا كنخدمه كنشوفوا ملاحظة يمنع المطارس شي حان يوم دي ورقاته أو يجعل أي علامة يمكنه أن تبين أصلح إذن هنا ما تعمل بتحاجة المعلومات تكتبون في الأول وخاصة دائما ما تعمل شي شي حاجة اللي كتدل على الإسم ديال اللي كتكتب هنا أو لأي آخر ولا شي إمضاء إذن ننتقلوا دابا السؤال الموالي هنا ما تكتبوها له إذن ما تكتبتا حاجة ننتقلوا السؤال الرابع حد الفكرة العامة للنص بالنسبة للفكرة العامة ممكن تركب بأي طريقة المهم أنها تكون سليمة التركيب سليمة السلام اللغوية إذن هنا برمجة المدرسة لنشاط خارج حصد دراسية ووضع مدرسة المستقبل وكل سنين أبدع بطريقتي في تصوير المدرسة التي يحلموا بها مستقبلا إذن ممكن تكتبوه بطريقة بسيطة إذن نكتبو الفكرة العامة إذن برمجة المؤسسة أو برمجة المدرسة برمجة المدرسة لنشاط موضوعه مدرسة المستقبل موضوعه مدرسة المستقبل مدرسة المستقبل إذن برمجة المدرسة لنشاط موضوعه مدرسة المستقبل وكل تلميذ أبدع وكل تلميذ أبدع بطريقة وكل تلميذ أبدع بطريقة أبدع بطريقة في تصوره للمدرسة التي يحلم بها إذن بطريقة سيبلكم إذن بطريقة إذن بطريقته في تصوره للمدرسة التي يحلم بها مستقبلا في تصوره في تصوره للمدرسة التي يحلم بها مستقبلا للمدرسة التي يحلم بها مستقبلا التي يحلم بها مستقبلا التي يحلم بها مستقبلا بها مستقبلا وكل فكرة عامة فيها مدرسة المستقبل فهو صحيح إذن نتقل سؤال الموالي السؤال الخامس منع الخطاب مستعمل في النص إذن هنا كنهضرو إلى نوعية النص إذن هو خطاب سردي إذن خطاب سردي إذن خطاب سردي نعم إذن تقلوا سؤال حيث هذا ما شيء مقالة يعني كسرد يعني خطاب سردي ما معنى يسرد أحداث إذن هنا خطاب سردي لخص الفقرة الأخيرة النص في جملتين إذن ممكن نقول وعدم إحساس سلامي لحيث في الفقرة الأخيرة شنو عندنا أرجعنا إذن هنا بالنسبة الفقرة الأخيرة إذن هنا تلمد ما حسوش بالوقت ما كان نشط لابتنا فيه برهة قصيرة إذن هنا بالنسبة إذن عنجيون كتبوا تلخيص الفقرة الأخيرة للنص عدم إحساس سلامي بالوقت وهم غارقون في أحلامهم في أحلامهم حول مدرسة المستقبل التي يتمنون أن تتحقق في مدرستهم إذن نكتبه عدم إحساس عدم عدم إحساس إذن عدم إحساس إذن عدم إحساس التلاميذ بالوقت وهم غارقون في أحلامهم وهم غارقون في أحلامهم وهم غارقون في أحلامهم في أحلامهم وهم غارقون في أحلامهم حول مدرسة المستقبل التي يتمنون في أحلامهم حول مدرسة المستقبل إذن عدم إحساس تلاميذ بالوقت وهم غارقون في أحلامهم حول مدرسة المستقبل حول مدرسة المستقبل التي يتمنون أن تتحقق في مدرستهم نعم إذن سألنا سؤال السادس إذن عمشوا السؤال السابع ما هي القيم؟ إذن هذه الأسئلة تعتبر الخطاب، مستعمال، قيام، رأيك إذن هنا ما القيم التي يروجها النص؟ إذن بالنسبة للقيم التي يروجها النص المشاركة كذلك التشاور، التعاون، حرية الرأي إذن أكتبوا مجموعة القيم التي يروجها النص إذن المشاركة، 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 المشاركة كذلك نعم التشاور، التشا، التشاور كذلك التعاون، التعاون وحرية الرأي حرية الرأي حرية الرأي نعم، إذن هذا بالنسبة السؤال السابع إذن سؤال الثامن، إذن من آخر سؤال فهم المقرؤ، مجر رئيسي الأول كذلك الرأي ديالك إذن أنت في فرنسية آخر سؤال كذلك الرأي ديالك هنا ما رأيك في المنهجية التي اعتمدت للمدرسة لمعرفة معالي المدرسة التي يحلم بها التلاميذ إذن هنا خاصة تعبر على رأي ديالك منهجية هي منهجية تشاورية وتجعل كل تلميذ يعبر عن رأيه بطريقة الخاصة إذن هذه المنهجية هي منهجية المنهجية التي اعتمدتها المدرسة المنهجية التي اعتمدتها المدرسة المنهجية هي منهجية ديمقراطية إذن منهجية التي اعتمدت المدرسة هي منهجية تشاورية منهجية تشاورية منهجية تشاورية تجعل كل تلميذ يعبر عن رأيه كل تلميذ يعبر عن رأيه الخاص عن رأيه الخاص عن رأيه الخاص في مدرسة المستقبل عن رأيه الخاص المنهجية التي اعتمدتها المدرسة هي منهجية تشاورية المنهجية التي اعتمدتها المدرسة هي منهجية تشاورية تجعل كل تلميذ يعبر عن رأيه الخاص بكل حرية إذن باش نطور شي عليكم الفيديو خذنا المكون مجرى رئيسي الأول من بعد نخدم المكونات آخرين في فيديو آخر نتمنى لكم شكرا وإلى اللقاء